السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعاً حلقتنا من الأخبار الفلكية هي عن انتقال الشمس لبرج الثور اليوم 20 نيسان إبريل طبعاً الشمس هي موجودة بالحمل ضغطت الثور بشكل كبير بالفترة الماضية بسبب أول إشي وجودها ببيت المتاعب الزوايا اللي شكلتها الأحداث اللي بتصير برضو عطارد ما أعطى القوة المطلوبة أورانوس شكل زوايا عطارد شكل زوايا يعني وضع لا يحسد عليه كانوا موليد الأبراج المائية والترابية تحديداً الآن مع هذا الانتقال شوي رح يخفف الأجواء ولكن بسبب تراجع عطارد الشوي ما رح يحسوا بالإيجابية رغم أنه وضع الشمس رح يكون في أغلب الأوقات إيجابية صحيح أنه رح يصير منتحس في بعض الأوقات لأنه رح يشكل زوايا سلبية ولكنه في إيجابية قوية لهذا الموضوع المهم اليوم يوم الخميس عشرين أربعة رح تنتقل الشمس زي ما حكينا من برج الحمل لبرج الثور ساعة ثمانية وثلاثة عشر دقيقة صباحاً بتوقيت جرينيتش رح يتضل الشمس موجود في برج الثور لغاية يوم واحد وعشرين خمسة الساعة سبعة وتسع دقائق صباحاً طبعاً التوقيت كله بتوقيت جرينيتش أما بالنسبة للشمس فهي شو بتعطينا؟ إيش أكثر الأشياء اللي بتمنحنا إياه؟ هي بتمنحنا الطموح، الصراحة، التفاؤل، الجراءة، الكرم، النشاط، القيادة، الاستقلالية ولكن لما تكون منتحسة أو تكون بتشكل زوايا سلبية بتعزز عنا ثلاث أمور الغرور والأنانية والتحكم أو فرض السلطة أو الدكتاتورية سموها شو ما بدكم؟ واحدة من هذول الأمور يعني بس كلهم يعني باختلفوا في المعنى ولكن باجتمعوا في المضمون طبعاً زي ما حكينا إنه وجود الشمس في الثور هي إلها تأثيرات إيجابية عموماً على جميع الأبراج بتجعلنا نميل للتفكير بشكل جدي حذرين، منطقيين، متروين، مش متسرعين مش زي الشمس لما كانت موجودة في الحمر ردات الفعل كانت سريعة بصورة عامة منكون أكثر تروي في تصرفاتنا وتحركاتنا نحو أهدافنا بتبنحنا الطاقة اللازمة لتنفيذ الأعمال والتخطيط إلها بشكل أعمق وخصوصاً لمستقبلنا من ميل خلال الأسابيع الأربعة القادمة للمحافظة على ممتلكاتنا من ندرس خطواتنا قبل التنفيذ من نعشق الجمال وجمال الطبيعة والنزه وتغيير الجو والتأمل من ميل للبناء والتعمير والمسكن والترميم والديكور والأثاث والأشياء هاي طبعاً مع تراجع عطارة بنصحش فيهم كلين هذول الأشياء أما بالنسبة للطاقة المنعكسة فهي في أفضل حالاتها رح تكون أثناء وجود الشمس في برج الثور لأنها رح تحفز عمل الغد الصنوبرية اللي هي إحنا منعتبرها في لغة الروحانيات اللي هي العين الثالثة اللي بتنظم كل الترددات والموجات اللي طبعاً معروف لبيتا ودلتا وألفا وقاما وأدول الأمور فهي بتعززهم بشكل أكبر وبتعمل عملية تدفق لبقية الغدد الصماء وبتأثر إيجابياً على عمل الدماغ أكثر المستفيدين من وجود الشمس في برج الثور هم طبعاً الثور العذراء الجدي بعدين الأبراج المائية اللي هم السرطان العقرب شوي بتعطيهم إيجابيات من جهة ولكن في سلبيات من جهة أخرى لأنه مقابل مباشرة فبضغط على طاقتهم شوي بيخلي طاقتهم ضعيفة شوي وموليد برج الحوت طيب قبل ما نروح على تأثيرات وعلى جميع الأبراج عشان نختصر بلا شيء لأنه أنا إذا بفلت بالشرح والأمور هاي نخلصش من الليلة يعني منسجلك بحلقة ساعة ساعتين عادي جداً الحمد لله رب العالمين يعني الصحة كويسة والنفس كويس والأكسجين نسقته مقبول شوي ماشا حالها القلب ميك الهواء الحمد لله يعني بس الحمد لله يعني لسان شغل بذكر الله الحمد لله طيب حطونا لايك وديسلايك والأمور هاي والكبسات اللي تحت كبسوا عليها تنسوش يعني تعملوا هذا الإشي الله يسعدكم يا رب طيب ايش التأثيرات على جميع الأبراج بدك تسمع برجك وبدك تسمع طالعك اسمع الاثنين ويعرف مين الأقوى بتأثيره عليك يعرف البرج ايش بعطيك ويعرف الطالع ايش بعطيك عشان تستفيد من الأمرين برج الحمل بالنسبة لما وليد برج الحمل طبعا هنا راح تكون الشمس موجودة في بيت المال فهذا الشي بعطيك قدرة على اكتساب المال نتيجة العمل والمجهود الشخصي ممكن تحقق بعض المكاسب اللي بتيجي من دعم ممكن هاي الفترة تقدم لك فرصة مالية حقيقية لا سيما في التعامل مع البنوك والمصارف خصوصا للأشخاص اللي بيسعوا لقرض أو استثمار مالي فترة مناسبة للقيام بذلك ممكن تستردوا ديون أو أموال مستحقة لكم أو أعمال سابقة بتكونوا حذرين من التبذير والإصراف وبرضو ما تنسوا تراجع عطار اللي بيتراجع في نفس البرج يعني هاي التأثيرات فيها إيجابيات وفيها سلبيات يعني إذا بدك تأخذ قرض انتبه إنه يكون عندك قدرة على السداد إذا بدك تدين حد فلوس وكون واثق ووقعوا على أوراق اللي تضمن استردادها حاول إنك تبعد عن المصاريف السلبي من وجود الشمس إنه في أوقات انت حاستها بتزيد من الطمع رغبتكم في نيل الأرباح بأي طريقة وممكن تعرضك لبعض الصعوبات المالية فبدك تنتبه من هاي النقاط برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا تستعيدوا نشاطكم أكتر خصوصا كل ما يجي عيد ميلاد شخص منكم مش من أول يوم دخلت الشمس على الثور يجيني واحد موليد شهر خمسة يقولي أنا ما استفدتش بس يجي عيد ميلادك يعني الآن بتبلش تخف الضغوط ولكن يوم عيد ميلادك بتبلش سنتك الجديدة هاي نقطة اللي بتكونوا تفهموها طيب أول إشي هاي وجود الشمس وأنا رح تعطيكم نشاط وتعود نشاطكم المفقود اللي كان في الفترة الماضية هذا الشهر أفضل للتخطيط والتنفيذ والدخول في مشاريع مدروسة تقدروا تدرسوها بدقة وتنفذوها تقدر تكون من أصحاب المسئولية الواضحة ممكن تتحمل أعباء مسئوليات شوي تثبتوا فيها جدارتكم وقدرتكم على إدارتها بشكل كبير عنكم حضور لافت أضواء جيدة للفت الانتباه للجنس الآخر ولكن في فترة السلبية اللي أوليش بدك تنتبه من تراجع طارد وأيضا انتحاس الشمس اللي ممكن أنها تصير فهاي شوي بتضر بمقاومتك الجسدية تجعلك خجول متردد قليل الطموح شوي هيك ممكن يصير فيه طموحاتك المالية يصيبها بعض الاضطراب فبدك تكون حذر برضو من هاي النقطة برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا هنا بتكون تنتبهوا لأنه أوليش الشمس الآن بدها تدخل على بيت المتاعب وأيضا تراجع طارد في بيت المتاعب فعشان هيك على موليد برج الجوزاء أنهم ينتبهوا من أعداء خفيين بالنسبة لألهم وأشخاص بتتآمر عليهم بالخفاء هذا أول أمر طبعا بالنسبة للشمس لما تكون موجودة في بيت المتاعب بتأثر على النفسية وبتأثر على الصحة عليهم الانتباه لصحتهم بشكل كبير ما يهملوا أي عارض صحي يتجنبوا إجراء أي عملية جراحية خلال هاي الفترة إلا إذا كانت اضطرارية ممكن شوي تيجيك بعض الفرص اللي إلها علاقة بالتعاقد مع مؤسسات أو شركات كبيرة حاولوا أنكوا تحذروا خصوصا اللي بيربوا الحيوانات ينتبهوا من الحيوانات وخصوصا اللي حجمها كبير حاولوا أنكوا ما تدخلوا في مواجهات مباشرة مع الآخرين يستحسن تجنب النزاعات والخلافات لأنه بالفترة هاي طاقتك أنت ضعيفة وأعداءك هوتهم أكثر منك برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا تعتبر هاي فترة جيد جدا لموليد برج السرطان لصدقات والعلاقات الاجتماعية للتعارف ورح يكون لكم دور مهم في حياتكم الاجتماعية تعتبر هاي فترة للعلاقات الاجتماعية ناجحة وممكن تنعكس على حياتك بشكل إيجابي بإمكانك القيام ببعض النشاطات التشاركية مع الأصدقاء بتنشطوا في مجال التعارف ولكن بدكوا تحذروا من الغرباء اللي ممكن أنهم يستغلوكوا دون يعني بدون ما تعرفوا هذا الشيء في فترة السلبية بتصير في نوع من أنواع الاضطرابات في علاقاتك الاجتماعية وصداقاتك فممكن تفقد صديق أو صير خلاف ما بينك وبين أحد الأشخاص من خلال مناسبة اجتماعية ممكن تتعرض لمنافسات مهنية وهذه فترة غير مناسبة للشراكات برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا يعني يعتبر البيت العاشر لإلكم بيت السمعة عشان هيك بدكوا تنتبهوا أول إشي وجود الشمس تراجعوا طارد في هذا البيت بيعمل شوية لبكة هيك بتخربط الأمور فبدكوا تركزوا بشكل جيد هي راح تدعمك من ناحية العلمية تحسين علاقاتكم بالمسؤولين عنكم فترة مناسبة لطرح المشاريع للدخول في مسابقات طبعا تراجع وطارد شوي بيخليك لازم تكون حذر من هاي النقطة يعني تراجعها وتستشير على الاقتصاص حاول إنك برضو ما تغامر بالأمور المالية ممكن تدافع عن سمعتك أو تثبت جدارتك خلال هاي الفترة ولكن كثير من الأشخاص ممكن يتآمروا عليك بالخفاء يمكنك تعزيز مكانتك وإظهار معدنك الحقيقي عنك قدرة على حمل المسؤولية للملقاع على عاتقكم إلا أنه في بعض الأوقات شوي ممكن هيك يتسللك الوسواس من هذا الأمر راح تجدوا كثير من الأضواء المسلطة عليكم تحضو بالشهرة والشعبية إذا ركزتوا بشكل جيد بتحتاجوا لبذل جهد أكبر طبعا في حال السلبية وفي حال تراجع عطارد بتحتاجوا لبذل مجهود أكبر لتخطي وتجاوز العقبات والخلافات اللي ابتقع في طريق نجاحكم وتحقيق طموحاتكم برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعا هو هذا البيت التاسع فبدعمك من نقطة وبيسكر عليك من نقطة أول إشي هو هذا شهر العلاقات الخارجية والعلاقات مع الأجانب والسفر والهجرة والأمور اللي إلها علاقة بالدراسات العليا والدراسات الجامعية تحديدا شهر مميز والمكاسب كلها بتجيك دائما من خارج البلاد أو من أجانب أو بالغربة أو أشياء من هذا القبيل فبنعتبر هذا شهر السفر الخارجي والدراسات العليا وتقديم المشاريع العلمية الناجحة منكم أشخاص ممكن يصل إلى اكتشاف أو طرح منتج جديد في الأسواق على حسب طبيعة عمله وهاي تعتبر فترة مناسبة للتواصل والاتصال مع أشخاص بيقيمه بالخارج ولا التعارف أو التعرف على الغرباء ولا التجار برضو اللي بيشتغله بالاستراد والتصدير وبتكون الفرصة متاحة جدا أو سانحة جدا للدخول في عمليات إلى علاقة بالبيع والشراء وتوقيع العقود ولكن تراجع عطارد ممكن يعطل أو يأخر أو يأجل هاي المسائل يحطك في هذا الامتحان في فترة السلبية اللي هي للشمس أو تراجع عطارد يعني اللي بيكون عنده دعوة معلقة أو أحكام قضائية عليه الاستفادة بشكل جيد من فترة التأخير عشان يرتب أوراقه بشكل جيد ممكن شوي يصير تأجيلات أو تأخرات ما بتناسبك أهم شيء أنك تتجنب الدخول في مشاريع كبيرة ممكن يصير فيه صعوبات مع بعض الأشخاص أو في بعض العلاقات وخصوصا مع الغرباء برج الميزان بالنسبة لما أوليد برج الميزان طبعاً بيتركز كلها على المكاسب المالية على حصول على مكاسب مالية بتيجي عن طريق شراكة أو أعمال متفقة عليها على استرداد تعويضات حقوق لا إلك ميرات أموال يعني كل الأمور اللي إليها علاقة بالأموال ومعك شريك في هاي الأموال هاي فترة مناسب للحصول على قروض أو استدانة المال ولكن بدك تنتبه هل عندك قدرة على السداد واثنين اتأكد من الأوراق والوقت والمكان عشان ما يصير فيه ضغط عليك وبعدين يقصر سدادك للقرض ورغم أني أنا ما بنصح في فترة تراجع طارد لأي مغامرة مالية ولكن بدكوا تكونوا حذرين في التعامل خصوصا بالأشياء المبنية على أساس غير واضح شوي بحالة سلبية القصوى من عطارد وانتحاسة الشمس في بعض الأوقات شريكك أو زوجتك بتميل للتبذير لتبذير الأموال وممكن تعرف صعوبات مرتبطة بدين أو إرث وفي نقص بالحيوية عشان هيك برضو الأمور الصحية ممكن تكون عليها علامة استفهام عشان هيك لا تهمل الأمراض والأعراض اللي ممكن تظهر راجع الطبيب آآ يعني بدكوا تنتبهوا آآ هيك بدقة لصحتكم برج العقرب برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا أنتوا من الأشخاص اللي بدكوا تركزوا بشكل جيد لأنه أول شيء آآ هذا البيت السابع بيت الشراك المالية بيت الشراك العاطفية آآ هي تعتبر فترة مناسبة لأمور الشراك العاطفية اتمام آآ خطبة أو زواج أو فرحة أو مصالحة طبعا إذا التزمت بالهدوء بدون عصبية وبدون تحكم آآ ممكن تبدأوا بإعلاقة عاطفية ولكن تنبنى على أرضية ثابتة آآ هاي الفترة مناسبة لحل المشاكل العاطفية العالقة بين الشريكين الوصول لحلول طرد الطرفين آآ هاي الفترة الأفضل للدخول في شراكة عملية ومالية بعد التدقيق آآ على العقود ومراجعة أهل الاختصاص وما تتسرع بالقرارات ومفضل إذا كان اضطراري ولكن إذا بتأجل لبعض التراجع وطارد بيكون أفضل آآ عليكم تكونوا واضحين جدا آآ عشان تشوفوا آآ هيك تكون الوضع بدون هيك لف ودورة يكون يعني الإشي آآ واضح وبدون أي تردد وتعبروا عن أراءكم برضو بدون تردد آآ في فترة آآ التراجع وطارد وأيضا في فترة سلبية الشمس بصير في اضطرابات في علاقاتك الزوجية أو مع شركائك بسبب أنانية الطرف الآخر أو بسبب مسألة لها علاقة بالاعتبار الذاتي يعني أنا يعني أنا حكيت وأنا الصح وأنت الغلط ونشح اللي هي العنادة وفرض السيطرة والشغلات اللي زي هيك وممكن تجد صعوبات في إقرار وجهة نظرك في خلال الفترة هاي وبرضو بدك تنتبه للأمور الصحية برج القوس بالنسبة لما ولد برج القوس طبعا وجود الشمس في الثور اللي هو يعتبر بيت العمل بيت الصحة هذول النقطين اللي بتكون تنتبهوا لإلهم ومنهم وعليهم وكل إشي مناسبة للعلاقة مع زملاء العمل وتحسين العلاقة معهم أو دعمهم أو دعمهم أو هم بدعموك ممكن تجد أفكارك أذان صاغية في الفترة القادمة بتكون محط إعجاب المحيطين فيك وممكن تقوم بأعمال كان كان صعب أنك تقوم فيها بالفترة الماضية بس بدك تركز أول شيء ولكن حاولوا أنكم ما تبلغوا في أعمالكم لأنه هذا شيء ممكن يسبب لكم بعض الإضطرابات الصحية والإرهاق الجسدي حاولوا أنكم تحذروا من الدخول في مواجهات ما إلها أي معنى مع الآخرين في فا لأنه تراجع عطارد وأيضا وجود الشمس في هذا المكان تحديدا في فترة أنت حاست الشمس وتراجع عطارد ممكن أن يصير في بعض التقلبات الصحية اللي شوي تشعر تسبب لك وسواس قلق تشوفها بدها وقت أطول التي تشافى منها وبرضو ممكن تعرف بعض المتاعب في أعمالك اليومية ما تقدر تتممها ما تقدر تنجزها أو خلافات بالعمل برج الجديد بالنسبة لما وليد برج الجدي طبعا تعتبر هاي الفترة جيدة بديش أول الأفضل لأنه تراجع عطارد في نفس المكان ولكنها جيدة تدعمك على مستوى علاقاتك العاطفية تقدر تعززها الشمس تعطيك حضور لافت حض جيد لا بأس فيه علاقاتك مع شريك العاطفية بتكون برضو جيدة لا بأس فيها تعتبر هاي الفترة برضو فيها فرص مالية بامتياز تستطيع من خلالها إيجاد فرص حقيقية لكسب أو حصد النتائج مشاريع سابقة بدأتوا فيها من فترة أو بتكون تبدأوا فيها تنشطوا في بعض العلاقات اليومية اللي ممكن تدخل البهج على خلوبكم برضو فترة جيدة للهوايات أو الأمور اللي لها علاقة بالاهتمام بالذات أكثر ولكن بسبب تراجع طارد تجميل بنصحش فيه اللي هي عمليات التجميل وأيضا بفترة عشان تراجع طارد وعشان في أوقات رح تنتحس فيها الشمس بصير فيه توتر في علاقاتك العاطفية سوء تفاهم وهذا شيء ممكن يضر بعلاقتك العاطفية وأيضا ممكن يضر بنجاحك الشخصي يستحسن تجنب المعاملات المالية في فترة تراجع طارد تحديدا بورج الدلو بالنسبة لموليد بورج الدلو طبعا هنا منيجي على البيت الرابع اللي له علاقة بالبيت والعائلة والعقارات طبعا طبعا وجود الشمس بعض كل الأمور اللي ذكرناها والأمور اللي لها علاقة بالملكيات تقدر تدخل التحسينات المطلوبة على مسكنك من تربيب وتصليحات ونقل من بيت لبيت ولكن عشان تراجع طارد أنا ما بنصح بأنك تلتزم بأشياء مهمة وضرورية برضو جيد لتوطيد العلاقات مع الأسرة ولسيما العلاقة مع الأب ممكن تحمل هاي الفترة مسؤولية مباشرة عن الآخرين وتكتشفوا قدراتكم في ذلك بتنالوا رضا الأطراف الأخرى حاولوا الاستفادة من قدرتكم على الحوار البناء ولكن تكن تنتبهوا من نقاط معينة لها علاقة أول إشي بالأعطال اللي ممكن تظهر بالبيت بشكل مفاجئ خصوصا بالأجهزة الإلكترونية أو أثث البيت وأيضا بتكن تنتبهوا من الحوارات والنقاشات الحادة اللي ممكن تتطور وتصير يعني يعني يصير الجو العائلي يصير متوتر بسببها فعشان هيك ممكن تكون مرغم على بدل جهد مضاعف ومستمر لتجاوز الفترة القادمة برج الحوت بالنسبة بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا هذا البيت الثالث لإلكم يعني يعطيكم طاقة يعطيكم حيوية يعطيكم نشاط علاقاتكم مناسبة أو هاي الفترة مناسبة لتعزيز علاقاتكم مع الإخوة مع الأخوات مع الجيران حل المشكلات العالقة معهم فترة تعطيكم طاقة بالنشاط والتنقلات اليومية المريحة بتكون لها آثار طيب عليكم هاي فترة مناسبة للطلاب وخصوصا في المرحلة ما قبل الجامعة للتحصيل الدراسي أو دعم المواهب المختلفة بتزداد رغبتكم في المطالعة والقراءة وإظهار إمكانياتكم الفكرية والعقلية برضو هاي الفترة جيدة بالتنقلات والسفريات القصيرة والأمور اللي الهلاقة بالتسويق وإقناع الأطراف الأخرى بوجهة نظركم ولكن لازم أطلع ولكن تراجع عطارد وانت حاست الشمس في بعض الأوقات تراجع عطارد بشتة تفكيرك ممكن يخليك شوي في بعض الأوقات مش حاب الدراسة مش حاب تركز مش حاب تدرس مش حاب تعمل أي شيء أثناء قيادتك للسيارة ممكن تكون متهور وأو ممكن يصير عندك أعطال بالسيارة أو خراب أو سرقة سيارة أو أشياء من هذا القبيل فبدك تنتبه وأثناء النقاش والحوار العصبية ممكن تسيطر عليكم تطلعوا بكلام ما لازم يطلع فراجعوا حالكم أكثر من مرة فعشان هيك بتميلوا لتبذير طاقتكم وجهودكم بسبب التغييرات الدائمة لتوجهك ولا أهدافك طيب أنا هيك خلصت يعني طويلة الحلقة ورغيت وشرحت واللي بقولك سعيد بعطيش غير سلبيات وشوي يعطينا إجابيات هين عطيتكم إجابيات يا عمي ماشي هيعطيت إجابيات خلينا نشوف لو أنت توصل معاك ولكن برضو عطيت سلبيات وعطيت نصائح ففيك تأخذ هاي وتيجي على راسك وفيك تأخذ هاي وتنفذ بجلدك أنت حر يعني بدك يتركز أنت خذ اللي بدك يعني فعشان هيك يعني ما عتقدش أنه حدا رح يحط لي يعني ما عتقدش ولو أنه أنا متأكد أنه في أشخاص هدولة بس عشان سعيد يعني سعيد إذا على الدعاء حطوا لي على قراءة القرآن حطوا لي على شعر حطوا لي على قصيدة القدس حطوا لي على إي شيء إله علاقة بأي شيء هدولة بحطوا ديسلايك مش عشان الموضوع مش عشان الأبراج بحطوا ديسلايك عشاني أنا والله لو بنزل عليك كتابي من السماء ليحطوا لي ديسلايك المحبة من الله يا جماعة الخير فعشان عشان هيك هذا شيء أنا راضي فيه يعني وأنا بدأ قارن حالي بالأنبياء إذا الأنبياء نفسهم في ناس ما حبهم مش أنا بدأ ربنا في ناس ما حبوه وعارضوا فبدي أعتب أنا علم ما بيحبوني عادي جدا في ناس بتحبني وأنا بحبهم عادي جدا الله يرضى عليهم يا رب ويبارك فيهم وبرضو يهديكم تنسوش اللايك يعني برغي برغي وبعدين بنسيك أنا لا حطوا هسا اللايك على طول وكومنت وشكرا لائلكم هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحبه إلى اللقاء